وقع سعادة المهندس كمال بن أحمد رئيس هيئة الكهرباء والماء وسيد أميل العريض الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للاستثمار العقاري إدامة على مذكرة تفاهم ثنائية لتزويد مشروع تطوير بلاج الجزائر بخدمتي الكهرباء والماء وأشار المهندس كمال بن أحمد إلى أن هذه الاتفاقية تهدف لبناء وتشغيل محطتين لنقل الكهرباء بجهد 66 كيلو فولت بالإضافة إلى أعمال ربطها بالشبكة الحالية كما سيتم تزويد المشروع بالمياه من خلال شبكة نقل المياه الرئيسية الجدير بالذكر أن هذه المشاريع تأتي تماشيا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي تهدف لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء والماء بأعلى مستويات الاعتمادية والموثوقية ترجمة نانسي قنقر